بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورسول الله. اليوم عندنا موضوع بسيط بالنسبة للحالين. اه كيف تعرف الخلية المكذبة من الخلايا الباقية وطريقة حل مشكلة التكذيب في الخلية اللي كانت عندما تبقى تبقىها او ما تبقى تخسرها. عندك الطريقة هذي. طبعا من يوم تشوف انها سروحة ضعيف مقارنة بالخلايا الثانية. لقى فيها مثلا سروح. طيب. ولا هذي الخلية بها سروحها ضعيف. جمعها لحبوب اللقاح ايضا ضعيف. العسل كمية العسل اللي فيها من يوم ترفع الخلية تدري منها ضعيفة ما فيها عسل. مثل باقي الخلايا مثلا. اه هذه احد الطرق ايضا اذا فتحت على الخلية. النحل يصدر صوت الجنحان ويرفع اه ديلها الى الاعلى. ايضا من علامات التكديد ووجود البيوت الحضنة كلها دكور زي هذي. ليش لانها بيض جاي من عاملات ماجة من ملكة. فهو بيض غير ملقى سبحان الله العظيم. اه شوفوا كلها زي القبب. كلها دكور. هذي البيوت هذي كلها دكور. كيف قبب? شوف لو شوفنا من الجهة اهالي. نلقى البيت كأنها قبة. ايضا حركة النحل. النحل تلقى حركته سريعة على البرواز. اذا رفعت البرواز رقى الحركة سريعة ماهو براكد. وغير مستقر. ايضا يستر صوت ويرفع ديلة الى الاعلى. الان بوريكم كيف الصوت. هذا البرواز اللي قلنا معيش جاي زي القبب هذا. هذه كلها دكور. ايضا النحل يستر هذا الصوت. الصوت هذا ويرفع ديلة الى الاعلى. مثل هذه النحلة. رفع ديلة الى الاعلى. مثل هذه ايضا. لقى النحل ايضا بلوحة الخلية اللي تحت. رفع ديلة الى الاعلى. ويصدر صوت. هذا معناها عدم وجود ملكة عذرة او عدم وجود ملكة ملقحة. ايضا من علامات التكديد او عدم وجود الملكة. كثرة البيوت الملكية. هذا الان بيت ملكي. ينتظر الخلي اه الملكة تبيض داخلها. لكن ما رح تبيض اللي بعاملات كاذبة اللي. تدبت وصارت تبيض بالخلية ولا يطلع البيض الى لذكور. ايضا من الالامات وجود الكوس او البيوت الملكية. وداخلها ايضا بيت. ايضا في ملكة ملقحة. ما ضدها العيون هذي. تطلع ملكة جديدة الا اثناء التطريد. اثناء التطريد طبعا تكون الخلية مكتبة من النحل. من برويز فل. لكن في هذه الحالة لا. ايضا من اكوى الحالات هو وجود اكثر من بيضة داخل العيون السداسية. خصوصا فوق الاعلى. تلقى في العين السداسية اكثر من بيضة. طيب في هذه الحالة. طبعا تبحث عن الملك ايضا. عندما لقيتها خلاص. هذا ثبتت الامور كلها ان خالي الخلية مكتبة. اسمعوا الصوت ايضا. في هذه الحالة تشيل جميع برويز. ما تخلي للخلية هالي ولا برواز. ليش? لانها بيضة تبيض كابب داخل البرويز هالي. هذا الامر الاول. ان يتشيل جميع برويز. بعد ما شنا البرويز كلها. نرش النحل الموية. علشان يثقل. لانا راح نكب النحل كله. على فرشة بعد عشرين او ثلاثين متر عن المنحل. نرشينا النحل موية. شبه شبهون. خمد النحل. النحل الان خامد. ناخر الخلية. بعيد عن المنحل. والان نطق الخلية على هذا. المساط. علشان النحل. علشان النحل السليم. راح يرجع الموقعه الاول. لان الخلية هالي اللي طقيناها الان نزلنا النحل كله. بنرجع الخلية لموقعها. وبيرجع النحل السليم. النحل اللي نكذب. القلق الان من الماء. وبطنها مليان ايضا ثقيل من البيض. اللي البيض الكاذب. بتجلس هنا. نحاول نتخلص منها. ممكن يبقى عشر. نحاول نتخلص منها. والسليم بيطير وبيرجع لنا اخف. هذا الان النحل. وبسرعة نرجع الخلية هناك لان بيرجع النحل ندول على خليته. سبحان الله نرجعنا الصندوق. رجع النحل الى الخليجة. شبه الان عطيناها براويز جديدة. اهم شي يكون فيها اه بيض ملكات من خلية سليمة. يكون فيها بيض ملكات جديد. عمره يوم الى ثلاثة ايام. عشان ليقدر ينتج من ملكات عذارة جديدة. وتتلقى الخلية تتلقى الملكة ان شاء الله. وتكون الخلية تحت ملاحظة. الى ان تبدأ تبيض الملكة على بيضة. بيضة في الويون السلاسية. بيضة واحدة. اما اكثر من بيضة هذا معناه تكذيب. الله يوفه يبارك.